متابعيني الأعزاء على قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا بنتكلم عن تطبيق التذكاء الاصطناعي وخاصة شات جي بي تي وشات جي بي تي حالياً تقدر ان انت تتصفح الجي بي تيز الموجودة فيه وضعها ممكن تستخدمه بشكل مجاني علشان كده حاول ان انت تستغل الموضوع ده لصالحك وان انت تشوف ايه جي بي تي اللي ممكن تستخدمه عشان يزود انتجيتك في المجال اللي انت شغال عليه النهاردة هتكلم على جي بي تي موجود في البرودكتيفتي وهو البرزنتيشن اند سنايدز جي بي تي الجي بي تي ده بيمكنك ان انت تعمل بريزنتيشن والبرزنتيشن دي تقدر تعمل لها تصدير للباوربوينت او الجوجل سنايدز وكمان بي دي اف تقدر انك انت مثلا تعمل لها تصدير الباوربوينت وتعدل عليها زي ما انت عايز في اي وقت وده اكيد مطلوب لانت اكيد هتعدل على البرزنتيشن مش هتاخدها يعني زي ما الـ AI هيعملها بالضبط وتبتدي ان انت تستخدمها لانت هتاخدها وهتدي ان انت اتعدل عليها قبل ما تبتدي ان انت تعرضها هنشوف مع بعض جي بي تي بريزنتيشن اند سنايدز جي بي تي باي سنايدز جي بي تي دوت كوم واللي موجود عندنا في البرودكتيفتي هروح ادوس عليه واخد ريت 3.8 الريت حوالي اكتر من 10 تلاف واحد عامي ريتنج طبعا دي حاجة كويسة يعني هنا بيكون باين عندك اللغة بتاعته ايه هنا هو في البرودكتيفتي واخد رقم خمسة واللغة اللغة الانجليزية وبيقدر ان هو يعمل براوزنج على الانترنت ويبتدي ان هو ياخد الاكشن بناء على عملية البروزنج تعالوا بقى ان نبتدي ان احنا نستخدمه ونشوف امكانيات بريزنتيشن اند سنايدز جي بي تي اللي بيستخدموا اكتر من 600 الف يوزرز يا ترى هيكون عامل ازاك يلا بينا نعمل ستارت شات ونشوفه اولا علشان تعمل بريزنتيشن لازم الاول تروح على جنب كده تفتح الورد وتبتدي تكتب البروزنج بتاعتك عايزها شكلها عامل ازاي ده اللي انا بعمله قبل ما بتبتدي اكتب الامر داخل شات جي بي تي او لو جوا جي بي تي داخل شات جي بي تي زي ما احنا شايفين عشان بالضبط يديني النتائج اللي انا عايزها فنفترض ان ده مثلا الامر انا كتبته عايز اعمل ماركتينج استراتيجي لشركة متخصصة في الانلاين كورسز باستخدام البيد and organic methods بالطرق المدفوعة والطرق الارجانيك العادية اللي هو بوست على الفيسبوك على انستجرام اعمل فيديو على اليوتيوب الماركتينج استراتيجي دي عايزها فور وان يير لسنة واحدة عايزك تكون clear and concise عايزك ان انت تستخدم البوليس اللي هي النقط والسلايد تايتلز تكتب في كل سلايد تايتل بتاعها وتكسب لين وتشرح في كل بوليت بتستخدمه in one line يعني مش تديني بقى نقط وخلاص لا اديني كده سطر عن كل نقطة وانا ممكن ان انا اشرح مثلا لي الناس اللي قاعدة مثلا واثناء عرض البرزينتيشن اقول لهم في كل نقطة باستفادة حيكون في ايه السطر ده هيساعدني اكتر ان انا افتكر استخدم تايتلز تايتلز استخدم تايتلز مثلا استراتيج دي الاعلانات دي حتبقى من امتى الامتى وهكذا قلت له الاودينس بتوعي الجمهور المستهدف حيكون ما بين 20 ل 50 سنة مثلا كل الكورسات في مجال التك والديجيتال ماركتنج انا هنا ما عطتوش بقى سامي الكورسات اللي عندي انا بقوله ديني كده الفكرة بتاعت الكورسات في مجال التسويل الالكتروني وفي مجال التك بعد كده انت بقى بتعملي اضافاتك على الباوربوينت ارجع تاني انا بقى انت حضيف على البرزينتيشن دي بعد كده حبتد يقوله انتر علشان اشوف حيرد علي يقولي ايه او جيبتي ده يقولي ايه هنا بيقولي هنا بيقولي هنا بيقولي دي البلاينز اللي انا هعملها بيديني الانتروداكشن هيكون ايه البيد الارغانيك الهداف والسكاديول وبيديني كل سلايد في ايه خلاص انت راضي عن الكلام ده كله فبيقولك ان هو هتسمح له بقى ان يعمل الكلام ده فهنا هقوله allow وهبتدي ان انا اشوف حيبتدي ان هو يعمل لي بريزينتيشن عاملة ازاي وحيستخدم موقع سلايد جي بي تي دوت كوم في عمل هذه البيزينتيشن هو هنا بقى بيعمل لي ايه هنا بيبتدي قدمني سلايد سلايد كزي ما احنا شايفين company overview and goals وطبعا انت ممكن بمنتهى البساطة تحط الصور اللي انت عايزها من عندك عايز تختفظ بالصور اللي هو حاطتها زي ما انت عايز وبتحط اللوجو بتاع الشركة بتاعتك هنا view or download وهنا ايضا حيبتدي اديك سلايد 2 البودجيت وحيشتغل على content strategy والengagement tactics اللي حيستخدمها وايضا سلايد 4 وحيبتدي يشتغل على سلايد سلايد زي ما احنا شايفين هو هنا انت تقدر تطلب اي تعديل عايز تعمله على اي سلايد ممكن تقول له اعملي التعديل كزا في سلايد نمبر 2 او سلايد نمبر 3 لو انت رحت عملت view or download حيبتدي انه هو يدخني على سلايدز جي بي تي وحيقول لك اعمل sign in وحتبتدي تدخل حتلاقي ال presentation بتاعتك بالمنظر ده ممكن تعمل لها share وممكن تعمل لها download كpowerpoint او pdf او google slides وتبتدي تعدل عليها زي ما انت عايز يبقى اذا من المهم جدا من المهم جدا انت تستفيد من جي بي تي زي المفتوحة لك تقدر تستخدمها سواء بشكل مجاني او limited لحد معين استخدم الخطة المجانية حتى المتاحة ان انت توفر على نفسك وقت ومجهود طبعا هرجع تاني اقول في الاخر لازم هتعمل edit على presentation بما يتوافق مع الشركة بتاعتك اتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة معينا على قناة info tech for you مع presentation and slides gbt اشوفكم في الفيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة info tech for you زي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل subscribe للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتبص على بقية الفيديوهات الموجودة عندنا على القناة او عيدك ان شاء الله هتستفيد ولو كنت من متابعين الاعزاء ما تنساش اللايك وشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا